تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على الانهيان رئيس الدولة حفظه الله التعازي في وفاة الفقيد الشيخ سعيد بن زايد على الانهيان رحمه الله من أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ووفودي دول شقيقة والشيوخ وكبار المسؤولين فقد تقبل سموه التعازي من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكمي أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن سقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكمي رأس الخيمة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة وصاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان الشقيقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين وأعرب سموهم عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السموي رئيس الدولة وعموم عائلة آل هيان الكرام كما تقبل سموه التعازي في قصر المشرف في أبوظبي من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المعزين في وفاة الفقيد